موسيقى ازايكو حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وسحة وسعادة يا مواريد برج الجاتي مواريد برج الجاتي النهاردة ان شاء الله معدنا مع القرية بتاعتكو لاخر شهر سبعة ويلا نشوف اواخر ايام شهر يوليو بتقول لنا ايه وايه نواياك تجاه الشريك وايه نوايا الشريك تجاهك يا برج الجاتي وانت بتفكر في ايه وهو بيفكر في ايه بسم الله نيتي اسحب اول كرت لطاقة مواريد برج الجاتي بسم الله طيب برج الجاتي شايفاك اخر ايام شهر سبعة وكأنك بتفكر في خطة او بترتب خطة لحياتك لشغلك لبيتك اه ولكن في خطة في دماغك في استراتيجي عايز تعملها بتخطط لحاجة بتفكر تعمل امر معين او كأنك بتسجل كل حاجة عايز تعملها في دفتر كده يومي او كأنك بتعمل مذكرة ليك بتحاول ان انت تحدد احدافك وتحدد انت عايز تعمل ايه وكأنه في تغييرات كتير في حياتك الفترة اللي جاية فشايفاك بتحدد كل التفاصيل وبتحط خطة وعية وبناءة شايفاك كمان مركز على كل الاهداف سواء الاهداف اللي حاليا انت عايز توصلها او الاهداف البعيدة اللي هو لو هدفك دلوقتي توصل لحبيب توصل لوظيفة معينة فانت مركز ولو هنبص على الاهداف البعيدة عايز توصل لمنصب معين عايز يبقى معك فلوس فانت برضو مركز فانا شايفا فيه توك التركيز عالية جدا عندك الفترة اللي جاية دي فيه ترتيب كتير لكل حاجة حواليك بتحاول تسيطر سيطرة كاملة على تفكيرك في الشغل بتحاول تركز على الطريق قدامك وتمشي خطوات محسومة ومرتبة في حياتك الفترة الجاية دي ان شاء الله يا برج الجادي يبقى كل تفكيرك وخطواتك اللي جاية في شغلك ودراستك يعني ده شغلك الشاغل الفترة الجاية انت مركز على كده بس الفترة اللي جاية طيب تعالوا نشوف طاقة الشريك بتقول لنا ايه بسم الله طاقة شريك برج الجادي بسم الله حبي فاميلي وخلينا اقول ان الشخص ده بيفكر وكل تفكيره في انه ازاي يعمل عائلة سعيدة ازاي يعيش مبسوط ازاي يبقى حابب الحياة وحابب العيشة بتاعته وازاي انه اقرب منك او لو كنتوا متزوجين فمنك ومن اولاده الشخص ده هدفه انه يبقى مبسوط ويحتفل دايما والامور تبقى معه حلوة وهدفه كمان انه يبقى فيه تواصل شديد وكبير بينك ومنه الشخص ده بيحب الراحة وبيحب الهدوء وكمان بيحب لمة الاصدقاء والاصحاب حواليه يعني مش هتلاقيه حد بيحب الوحدة بالعكس بيحب التجمعات بيحب اللمة بيحب الحياة ولكن ممكن تحسوا الفترة اللي جاية كأنه زهنه متشتت شوية وكأن فيه حاجة في حياته واخدى الاولايات بتاعته فالشخص ده ممكن يكون يعني بيحب انه دايما يعيش مبسوط وممكن كمان يا برج الجادي ان الشخص ده يكون عنده اولاد من زوج سابق يعني الشخص اللي انت بتحبه ده ممكن الشخص ده يكون كان متجوز وانفصل ومعاه اولاد والعيلة الجهزة دي او ان هو بعياله ده ممكن يكون تحدي لتحديات اللي وقفه في مصير الارتباط الرسمي اللي بينك وبينه يا برج الجادي ولكن في كل الاحوال فالشخص ده عنده احتفال الفترة اللي جاية وشايفيه عايش في خلينا نقول اوقات حلوة واوقات فيها مرح واحتفالات طب تعالوا نشوف كروت الطاروت هتقول لنا ايه بسم الله برج الجادي شهر 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 سوف نقوم بورج الجازي خلينا اقولكو انه انا شايف الفترة اللي جاية زي كأنكو بتكتشفوا حد على حقيقته شخص ده مخادع وكأنه بيحصل هزة بينك وبينه وكأنه الامور بينك وبينه بعد اكتشاف الخداع بتاعه ده مش هتمشي على ما يرام شايف انه امورك الفترة الجاية ماشي ببطء شوية وشايفك بتحاول توازن امورك بس في انهيار مفاجئ بيحصل في العلاقة دي وكأنك بتاخد يعني امر في عدالة بتحسم امر في حاجة يعني بتحاول ان انت تعملها وهتتوفق فيها سواء بقى شغل سواء دراسة سواء سفر شايفك متوفق في حياتك العملية الفترة اللي جاية دي ان شاء الله شايفك عند البعض فيه سفر من مكان لمكان ولكن شايفك عطفين بتاخد امر قطع في حاجة او بتاخد كرار في حاجة بتكون لصلحك يعني الانهيار والخروج من العلاقة دي لصلحك ده هيثبت عندك الامور لانه لما تكتشف بدري احسن ما تفضل على عماك فترة كبيرة فيه امور او اوراق ثانونية او حكم محكمة بيصدر لصالح برج الجاتي فيه طاقة مصلحة من شخص فيه حد راجع عايز يكلمك او راجع عايز يصلحك برج الجاتي ولكن انا شايفة برج الجاتي كأنك كنت مرتبط بشخص وندمان عليه وبتبص وراك على الشخص ده وعندك شوية امل في الرجوع يعني بتفكر في رجوع خطوة للامام وخطوة للخلف وقف كده محتار فيه امرين او فيه شخصين قدامك بتحاول توازن بينهم او تختار بينهم ولكن انا شايفة في النهاية فيه توازن في امورك ان شاء الله في اعتدال وبتاخد قرار صح عند كارت الزورلت كارت العالم والكارت ده بيقول لي ان فيه علاقة حلوة جديدة هيحبها برج الجديدة والعلاقة دي هتبقى مرضية لك ومرضية القلبك وهيكون فيه ارتباط رسمي قريب جدا ان شاء الله فحاول ان انت توازن امورك كمان يا برج الجديد ما تحطش دماغك انه علشان الامور ماشية ببطء يبقى كده الامور مش كويسة بالعكس الامور هتمشي حتى لو كانت بطيئة بس في النهاية هتقدر توصل يعني للحاجة الصح هتقدر توصل لمبتغك في الاخر من غير ما تبقى متدايق تعالوا كده اخد لكو كارت من كروط الاحجار الكريمة بسم الله ونشوف حجرك المناسب ايه الكام يوم دول ونصحته ايه بسم الله حجر التنزانيت بيقول لي انه انت يا برج الجديد مستعد تحب مرة تاني وانت اتشافك من الماضي بما فيه كفاية وكأنه شايفاك بتفتح قلبك للحب الجديد الفترة اللي جايه هو بيقولك افتح قلبك للحب الجديد كأنه انت خسرت قبل كده علاقة وكنت اقفل قلبك ومش مخلي ايه علاقة تدخل قلبك بس الكاته ده بيقولك افتح قلبك انه قلبك اتشافها بما فيه كفاية واخلص من كل الحاجات اللي كنت بتستق منها وتأقلب مع الحب الجديد اللي هيدخل حياتك وكأنك ربنا بيرشدك للاحسن والامور الحياة العاطفية لفترة الجايه هتبقى افضل وهتقابل اشخاص احضسك فيهم ويكونوا متدينين ويكون ارواحكم متواصلة والناس دي ممكن يكونوا من اصحاب مقربين منك وكأنك الفترة الجايه بتدعي ربنا وبتصلي انه تتقابل مع شريك حياتك ولكن كأنش هيفاك الفترة الجايه رومانسي قوي وكأنك بقى هابتسمع اغاني قديمة اغاني حب ده هيسرع وطيرة الارتباط بينك وبين شخص هيدخل حياتك وهتكون مستعد ان انت تدخل حياة جديدة وحب جديد واصلا حجر التنزانيت ده جاي كده من اسمه على اسم تنزانيال في افريقيا والحجر ده بيقولك بيبقى موجود هناك يعني وهو من المعادن فيها الوان وزلال مختلفة الازرق الملكي الفيروزي الارجواني البنفسجي زي ما احنا شايفين دونه كده لما بيجي عليه الدوق كده او النور بيدي اضاءة وحجر التنزانيت ده بيساعدك ان انت تحس بالامان انت تفتح قلبك للحب مرة تانية بعد اي علاقة مؤلمة كانت في السابق يعني لو انت كنت في اي علاقة مؤلمة مدايقاك وكل شوية تفتكن حاول تقتاني حجر التنزانيت فده بيخفف عنك وبيخليك تفتح قلبك للحاضر طيب حبابي برج الجدي اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب لشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم باشعار واللايك وشير علشان كل موليد برج الجدي يشوفوا الفيديو واشوفكم في فيديو جديد يا برج الجدي اشتركوا في القناة